تحكم القوات المسلحة قبضتها على الشريط الحدودي في منطقة نجران في وجه مليشيات الحوثي والمخلوع الصالح يبرز دور جمعية الهلال الأحمر السعودي وتواجدها بفاعلية على الشريط الحدودي جمعية الهلال الأحمر السعودي هي من ضمن منظومات كثيرة العمل اللي يقومون به عمل مشرف يرفع الرأس وخصوصاً أنه كلهم أبناء بلدنا يعني يصلون إلى أماكن محددة مرسومة سابقاً في أثناء عملية التقطيط ويكونون على قد مثل الحدث وأكبر أحياناً في عملية المساندة أو الإسعافات أو تقديم الإسعافات بحق الشيء اللي اللي لاحظناه أنهم يرغبون يقدمون أكثر لاندفاع لمواقع قد تكون خطرة عليهم ولكننا دائماً نلتزم بما خطط له وهذا الشيء يشكرون عليه ولا نستغرب من ابن البلد لا أستغرب منه أي شيء ويعمل الهلال الأحمر السعودي بصفته مساعدة للإدارات الطبية في القوات المسلحة على سبيل التعاون والتكامل للإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية العاجلة نحرص بشكل كبير في هيئة الهلال الأحمر السعودي على التكامل التام مع جميع المنظومات التي تعمل في نجران بالذات في هذه الظروف الهلال الأحمر هو جزء من الكل الهلال الأحمر يدعم ويتكامل مع الجميع هيئة الهلال الأحمر السعودي لها مهام كثيرة متعددة تقوم بها بشكل متناغم لها دور في التوعية لها دور في التدريب لها دور في دعم القوات العسكرية في نقل المصابين والحمد لله ما سمعته اليوم من زملانا في القوات المسلحة ومن الحرص الوطني يدعو الفخر بأداء زملائي وأبناء المسعفين يقدم الهلال الأحمر السعودي العديد من الدورات التدريبية ومعدات الإيواء والأدوية وما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى وتأمين وسائل الإصعاف في مسرح العمليات علي زينان الإخبارية نجران